السلام عليكم إن شاء الله تعالى من شان ما نطيل الفيديو عليكم طبعا مثل ما تعرفون إن شاء الله تعالى أحبابي معارف كلياتكم وأنا طبيب بأمراض التوليد والجراحة النسائية توجه الآن سبحان الله المعالجة بالأعشاب المعالجة الطبيعية يعني بصراحة المواد الكيميائية تجلب منفعة تجلب فائدة ولكن تملك أثار جانبية واسعة الآن التوجه نحو المعالجة بمواد طبيعية مشاكل النساء من بطانة رحم هاجرة وندامتريوز تكيوسات المبيض وأكياس المبيض الارتصاقات ارتفاع البرولاكتين اللي يسبب العقوم عند النساء كل هاي الأمراض إن شاء الله تعالى نوجد لها العلاج لازم علاج طبيعي بالأعشاب بالتعاون طبعا مع عمي إن شاء الله تعالى ولا فخر خبير الأعشاب لمدة أكثر حوالي 45 عام أو أكثر الأستاذ الطبيب هاشم المربط اتشرف أني أكون متعاون معه لأنه فعلا المعالجة بالأعشاب أعطت نتائج جدا رائعة وبأقل الآثار الجانبية علاج طبيعي ما في داعي تأخذ علاج كيميائي كيميائي ويأثر على الكبد يأثر على الكليتين وعلاج فيه منه موضعي فيه منه شرب وإن شاء الله النتائج جدا ممتازة بإذن الله تعالى أحبكم في الله السلام عليكم